دكتور ما الفرق بين المجتمعات العربية والغربية في مقومات النوضة؟ هل هناك فرق؟ أم أن هناك خصوصية للمجتمعات الإسلامية؟ هي المقومات واحدة الإنسان والتراب والوقت لكن الفكرة الناظمة للفعل اجتمعت في أوروبا في لحظة تاريخية معينة فأنشأت هذه المجتمعات الحديثة التي تفوقت علينا على الأقل في الجانب المادي تفوق بين وأخضعت كل هذه المناطق لسيطرتها بهذا التفوق المادي الذي حازته فقدرتهم على أن يستجمعوا طاقتهم طاقة الفعل فينظموا العلاقة بين الموارد وبين مهارات الإنسان وملكاته وقدراته وأن يصنعوا فضاء للحرية الداخلية داخل مجتمعاتهم هذا نتيجة أنهم التقوا بالفكرة ولما أقول الفكرة لا أتكلم عن الفكرة الكاملة إنما عن الفكرة التي مكنتم أن يتفوقوا على سياقات أضعف منهم يعني الإنسان الغربي اليوم ما في حد يقول أنها الأفكار الموجودة عنده نهايات التاريخ لكن هي قياسا بما عند الآخرين هي أفكار فاعلة في الواقع ونافذة في الواقع أكثر من الآخرين حتى بعض المفكرين يقول نظرية إبن خلدون بالولادة والقوة ثم الشيخوكة والنضمحلال لم تنطبق على الحضارة الغربية لأنها تطور نفسها دائما صحيح إلى حد كبير نعم